السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكو ربع ابتدائي وحنرجع النهاردة زمن المضارع البسيط Present Sample Tense زمن المضارع البسيط بيعبر عن العادات والحقائق العادات يعني حاجة متعودين عليها وحقائق زي حقيقة النس كلها عرفاها زي مثلا لما نقول الشمس بتطلع بالنهار والأمر بيطلع بالليل دي حقيقة صحي حبيبة؟ اه يبقى الضمائر في اللغة الإنجليزية كم ضمير يا حبيبة؟ سبع سبع ضمائر بينقسموا الضمائر مفرد وضمير؟ دم يبقى الضمائر في اللغة الإنجليزية كم ضمير؟ سبع فيهم ضمائر مفرد وضمير؟ دم ايه هي ضمائر المفرد؟ هي وهو وهو وهي الغير العاقل والاسم المفرد بس احنا عايزينهم بالإيه؟ بالإنجليش هي وشي وات والاسم المفرد ايه هو الاسم المفرد؟ زي مثلا لما قول عمر أو آدم أو حبيب أسماء مفرد زي مثلا لما قول كات أو رات يبقى اس مفرد مفوش اس مش جمع يبقى المفرد الهي والشي والإت والاسم المفرد دي دمائر مفرد وضمير الجمع آي بمعنى؟ أنا طب ازاي آي؟ أنا ويه جمع لأن فيه كل قاعدة لها شويس وهنا آي بتعامل معاملة الجمع بس هي بمعنى؟ أنا والضمير ويه؟ ويه؟ نحن أو الاسم الجمع زي ما قول عمر وكنوز دوت اسم جمع يبقى دمائر الجمع آي وي يو زي والاسم الجمع من الاسماء الجمع برضو زي ما قول راتس فقران كاتس كتط بوكس كتب طب قلنا دلوقتي بوك كتاب ده اسم مفرد يو عمل معاملة المفرد إنما لو قلنا بوكس كتب يبقى دوت الاسم الايه؟ الجمع دلوقتي عايزين نستخدم زمن المضارع البسيط present simple tense اللي هو بيعبر عن عداد وحقائق ومعنا في اللغة الإنجليزية كم دمير؟ سبع دمائر مفرد وجمع المفرد هي شيئت والاسم المفرد والجمع آي وي يو زي والاسم الجمع المفرد بيحب الاس لو أخدت مثال هو يريد سيارة هي وانتس اقار هي وانتس اقار ليه استخدمنا الاس مع المفرد الاس بتعبر عن زمن المضارع البسيط الاس بتعبر عن زمن ايه حبيبك؟ المضارع البسيط الاس بتعبر عن زمن المضارع البسيط طب ليه حطنا اس عشان جي من دمائر المفرد وهنا اخدنا اهم الافعال اللي هناخد عليها امثلة وانت يريد ومعنا لايك يحب وإيت يأكل وهلب يساعد وانت يريد وانت لايك ايت هلب دي افعال مهمين في الامثلة وسؤال ايه اكمل واختار سؤال وانت يعني ايه حبيبة؟ وانت يعني يريد وانت يعني ايه حبيبة؟ يريد هلب يعني يساعد هلب يعني ايه؟ يساعد لايك يعني؟ يحب ايت يعني couples وعندنا في الانجليزي بنحفظ من الشمال لليمين زي احن نريد وبنكتب من you read يعني يأكل يعني يريد ينفع؟ WANT يعني يريد WANT يعني يريد لما أبي نحفظ إيه بالكلمش اقول الكهمة الاول بعد كدأ اقول الكلمة العربية ما يقول يساعد هلب لايك يعني يحب إيت يعني متزحة بي أمثلة هي تساعد أمها هي تساعد أمها ليه حطنا الأس عشان هي شي مفرد هي هتبقى شي يساعد لما لقنا شي ضمير مفرد ودي حقيقة دفنالها حرف يبقى شي هلبز هير ماذر وأخذنا كلمة ماذر بمعنى أم ودي كلمة مهمة زي الفيديو اللي أخذناه ماذر وفاذر وبراثر وأسماء أفراد العائلة باللغة الإنجليزية حبيت أقول أنا وساعد أمي أنا أنا يعني إيه أنا بتعمل معاملة المفرد هلب أساعد ما دفناش إس آي أنا بتعمل معاملة الجمع آي أنا بتعمل معاملة إيه الجمع دفناش إس ليه عشان نعتبرها جمع يبقى I help my mother أنا أساعد أمي أنت تريد قلم أزرق أنت عايز قلم أزرق you أنت you want a blue pen you want a blue pen أنت محتاج قلم أزرق you ضمير من ضمائر الجمع اللي هما والأي واليو والوي والزي ما بتاخدش إس يبقى you want a blue pen أزرق يعني blue وبين يعني ألم كنا أخدنا فيديو الألوان الألوان باللغة الإنجليزية ممكن ترجعوا مثال أحمد وونتس رابت أحمد وونتس رابت أحمد وونتس رابت اللي حطنا إس حبيبها شان أحمد اسم إيه تقول مفرد بيحب إيه الإس ماشي ورابت يعني أرنب رابت يعني أرنب دي في حالة جملة مزبطة عند روقتي عايز أقول أحمد مش عايز أرنب يبقى أحمد doesn't يبقى نافي المفرد doesn't زائد الفعل في المصدر نافي المفرد doesn't زائد الفعل في الإيه في المصدر في المصدر يعني بدون إضافات الفعل في المصدر يعني ما فيوش اس ولا أي إضافات تانية خالص يبقى حنشيره الاس دي وحننزله doesn't وتنزل وونتس رابت زي ما هي يبقى نافي المفرد doesn't نافي المفرد إيه doesn't نافي المفرد doesn't ونافي الجامع don't نافي الجامع don't علي صوتك شوية نفي الجامع الجامع وضمائر الجامع واليو والزي والوي والاسم الجامع دولها بيتنفوا في ايه بيدونت دونت يعني لأ يبقى نفي ضمائر الجامع النفي بتاعها دونت وضمائر المفرد النفي بتاعها دونت ماشي زمن المضارع البسيط present simple test يستخدم للتعبير عن ايه العادات والاشياء اللي من ايه اللي بنحبه بيتكون من التصريف الاول للفعل لو كان الفعل دوت ضمير هي وشي وات ضمير مفرد بنحط اضافات زي الاس او الاس او الاس يبقى المفرد بيحب الاس والنفي بتاع مثلا احمد احمد يريد ارنب يبقى نفي وونتس هنا ايه دازنت وونت ليه يا مس اميرة ليه يا حبيبة نفي وونتس دازنت وونت عشان هي ايه مفرد لو هي جامعة مثلا هتبقى ايه دونت لو هي جامعة زي هنا زي زي لايك ملك زي هم ضمير ايه ملكي لا اه ضمير مفرد ولا جامعة 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 ضمائر الجامعة عندنا الاي والوي واليو والزي دي ضمائر الجامعة ماشي بتيجي ما بيتحط لهاش اس زي قلنا اي وونت بوبي انا اريد بوبي بوبي يعني كلب صغير اي وونت بوبي وونت ما هتنهاش اس ليه عشان خاطر ضمير جامعة النفي بتاع الجامع دونت النفي مع ضمائر الجامع بنستخدم ايه دونت دونت يبقى نفي وونت نفي اي وونت اي دونت وونت وي وونت بارد يبقى وي دونت وونت بارد زي لايك ملك النفي بتاعها زي دونت لايك ملك اي stereotype يو وونت رابد اي هنا نحط اي Messi عشان اي تخiverت اي تخارته اي تخل seriously رابط أنا لا أريد رابط He doesn't يبقى نفي المفرد doesn't ونفي المفرد don't يبقى الضمير في اللغة الإنجليزية سبع ضمير مفرد وكم يبقى الضمير في اللغة الإنجليزية تانية كم ضمير سبع ضمير مفرد وكم المفرد he she it I you say المفرد بياخد S في حالة الإثبات والجمع مش بياخد S المفرد النفي بتاعه doesn't المفرد النفي بتاعه doesn't والجمع النفي بتاعه don't وده كان درسنا النهاردة ومراجعة زمن المطارع البسيط السطف الرابع الابتدائي أتمنى تكونوا استفدتوا برجاء أعمل لايك ده بمثابة شكر لي كانت معيكم مس أميرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر